موسيقى صباح الخير الثامنة صباحا بتوقيت القدس الشريف نشط مقصط للأخبار وإلى العنوة دعوات إلى تظاهر اليوم ضد تعديلات القضائية للحكومة الإسرائيلية بعد مواجهات ليلية عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين أمام منزلين تيليا الدفاع البلاروسية تؤكد تسليم قواتها مجموعة جديدة من منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 موسيقى أستن يؤكد ضرورة إبقاء التواصل بين القادة العسكريين الأمريكيين والصينيين ومسلون أمريكيون يكشفون عن زيارة سرية لرئيس السيئي إلى بيكي موسيقى أكثر من 280 قتلا وتسعمائة تسعمائة تجارية في حدث الصدام بين عدة قطارات شرق الهند والحصيلة مرشحة للارتفاع موسيقى أهلا بكم اقتحمت قوات الاحتلال مخيمة نور شمس في طول كرم شمال غرب ضفة المحتلة حيث دارت اشتباكات بينها وبين المقاومين وفق ما أفادت مراسلات الميادين كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المناطق في نابلوس وجنين والخليل في المقابل استادفى إطلاق نار من سوطنة ميراف شرق جنين بعد وقت قصير من إطلاق نار نحو حاجز الجلمة في المحافظة وفي المسجد الأقصى تواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها حيث اقتحمت باحاته واعتقلت شابين بعد الاعتداء عليهم كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا في محط باب العمود بالقدس المحتلة وأوقفت سيارات الفلسطينيين ودققت في هوياتهم وخلال تظاهرات نظمتها شمال قطاع غزة حذرت حركة حماس حكومة الاحتلال مما غبت التمادي في سياستها العدوانية في مدينة القدس ودعت الأمة التي تحمل إلى تحمل مسؤلياتها توجاه ما تتعرض له القدس من حرب تهويد غير مسبوقة تقرير أكرم دلول غزة تخرج نصرة للأقصى ورفضا لسياسات التهويد الإسرائيلية لن نسمح بتغيير الوضع القائم في المدينة المقدسة أكدت حركة حماس مشددة على أن الشعب الفلسطيني ومقاومته حاضران على الدوام لإفشال مخططات إسرائيل هذا التقسيم الزماني والمكاني لن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى فالقدس هي ملك للمسلمين للعرب للأحرار لكل فلسطيني حر لذلك نحن نوضون نحو النصر ونحو التحرير لن نترك المستوطن ولن نترك جندي يدوس فوق تراب الأقصى وفوق المقدسات سنقاتل هؤلاء بكل موتنا مقوة إن شاء الله رب العالمين الذين عاقدوا اجتماعهم تحت المسجد الأقصى التظاهرات التي امطلقت في شمال القطاع تحت شعار قبلة الأحرار حملت رسائل للأمة تطالبها بالدفاع عن قبلتها الأولى التي تتعرض لأخطر مراحل التهويد احنا خرجنا اليوم في رسالة لأخواننا وأهلنا في مدينة القدس بأننا معكم ونحن خلفكم ولم نترككم بإذن الله عز وجل اغضبوا لأرض فلسطين اغضبوا لمصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا هكذا وبكل بساطة اغضبوا لدينكم اغضبوا لأجدادكم مجدكم لإخوانكم في فلسطين تحث حكومة نتنياهو الخطى في محاولة فرض سيادتها على القدس لكن إرادة الفلسطينيين تظل أكثر قوة في مواجهة الاحتلال وإسقاط رهاناته القدس ستبقى قبلة الأحرار ومحور الصراع ولا قيمة لأي إجراءات إسرائيلية تهويدية تقول الفصائل الفلسطينية التي تشدد على أن سيف القدس سيبقى مشرعا حتى التحرير أكرم دلو الغزة الميادين تظاهر المئات من المستوطنين ضد تعديلات القضاية أمام منزل رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو في منطقة قيسارية ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة وسقوط جرحا وبحسب الإعلام الإسرائيلي فقد أطلق المتظاهرون الهتفات والصفرات عبر مكبرات الصوت التي صدرت من قبل قوات الشرطة لتندلع مواجهات بين الطرفين وسط كر وفر كما دع المتظاهرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر اليوم في كابلان ضد محاولات فرض التعديلات القضائية نقلت وسائل علامة الإسرائيلية عن محافلة أمنية كبيرة توقعها أن لا بوادر لحرب قريبة رغم التطورات السلبية وفق تعبيرها في الملف النووي الإيراني وموضوع حزب الله الإعلام الإسرائيلي أشار إلى أن المحافلة الأمنية غاضبة من تصريحات رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية أهرون هاليفا الأسبوع الماضي بأن الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله قريب من خطأ ربما يؤدي إلى حرب كبرى وقالت أنها تصريحات لا داعية لها استنكر رئيس حكومة تصريف العمل اللبناني نجيب ميقاتي المناور الأخير التي أجرى حزب الله وأشار إلى أن حل مسألة سلاح الحزب بحاجة إلى توافق لبنانيين شامل وكامل وقال في مقابلة مع وكالة يوروني أز أن حزب الله يمتلك الحكم اللازمة لعدم جر لبنان إلى أي حرب وأكد أن الحزب مقاوم حتى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة كما اشهدد على أنه لا أحد يهيمن على الدولة اللبنانية قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن الدولة الروسية لن تسمح للمسيئين بزعزعة وضعها الداخلي وفي اجتماع مع العضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي شدد بوتن على ضرورة أن يأخذ ضمان الأمن السياسي الداخلي في الاعتبار جهود من يكره روسيا ويعمل من أجل زعزعة الوضع في داخلها وعشر إلى وجود نحو 190 مجموعة عرقية تعيش في روسيا تناولت أنا وزملائي قضايا العلاقات بين الأعراق في البلاد بالنسبة إلى الاتحاد الروسي هذه القضايا مهمة جدا مع الأخذ في الحسبان أن لدينا 190 مجموعة عرقية تعيش في البلاد اليوم سوف نتعامل مع القضايا نفسها فيما يتعلق بضمان أمن روسيا لضمان الأمن السياسي الداخلي مع الأخذ في الحسبان الجهود التي يبدلها أعداءنا ويكثفونها من أجل إثارة الوضع داخل الاتحاد الروسي وعلينا أن نفعل كل شيء حتى لا نسمح لهم بذلك تحت أي ظرف من الظروف أكدت وزارة الدفاع البلاروسية تسلم قواتها مجموعة جديدة من منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 وأشارت في بيان إلى استمرار وصول أفراد ومعدات من تشكيلات الأسلحة والدبابات التابعة للقوات الروسية إلى بلاروسيا وأكدت أن ذلك يأتي في إطار زيادة القدرة الدفاعية للبلاد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفتت ضربة جمعية أصابت أنظمة دفاع جوي معادية كانت تحمي مرافق البنية التحتية العسكرية الحيوية في أوكرانيا وفي السياق أسقطت الدفاعات الجوية الروسية من سيرات أوكرانية قرب مدينة كورسك المجاورة للحدود مع أوكرانيا ويأتي هذا الهجوم غدا تمحاولة تسلل أوكرانية إلى مقاطعة بالقرود الحدودية أحبطتها القوات الروسية صوت البرلمان السويسري ضد مشروع قانون يرمي إلى تشريع نقل أسلحة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا رئيسة السويسر السابقة مشلين كلمي راي شرحت للميادين أسباب هذا الموقف في صميم الحياد السويسرية يبرز موضوع نبد العنف منع تصدير الأسلحة السويسرية أو إعادة تصدير الأسلحة المصدرة لطرف ثالث إلى دول منخرطة في نزاع عسكري وهذا يشمل النزاعات بين الدول أو النزاعات الداخلية هذا فيما يتعلق بمصانع الأسلحة التابعة للدولة أما بالنسبة لمصانع القطاع الخاص فلا منع من تصدير الأسلحة ولكن بشرط احترام مبدأ التوازن بمعنى أنه إذا باعت هذه الشركات أسلحة إلى أوكرانيا عليها أن تبيع بالقدر نفسه إلى روسيا وهذا أمر غير منطقي القانون السويسري واضح وهو يمنع تصدير إلى الأطراف المتحاربة أقر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي باستحالة ضم بلاده إلى حلف شمال أطلسي قبل انتهاء الحرب وقال إن انضمام إلى النيتو هو أفضل ضمان لأمن أوكرانيا لكن بلاده لا تريد جرأي دولة في الحلف للحرب وأشار إلى تفاهم بلاده أنها لن تصبح عضوا في النيتو مدامت الحرب مستمرة أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سليفان أن بلاده تعمل لتحديث ترسونتها النووية من دون زيادتها ودعى موسكو في سياق عرض الاستراتيجية الأمريكية بشأن الأسلحة النووية إلى الدخول في محادثات لتبني معاهدة بديلة من معاهدة نيوس سارت ليس من مصلحة بلدين الشروع في منافسة نووية مفتوحة نحن على استعداد لالتزام بالحدود الوسطى ما فعلت روسيا ذلك وبدلا من انتظار حل جميع خلافاتنا الثنائية نحن مستعدون للدخول في نقاشات مع موسكو بشأن تطوير إطار عمل للحد من تسلح إلى ما بعد عام 2026 أكد أو أجر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فينار مكالمات هاتفية مع كل من الرئيس السربي إليكساندر فوسشيش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي دعا خلالها إلى اتخاذ خطوات تهدف إلى تهدئة الوضع فينار حث حكومة كوسوفو على تمكين رؤساء البلديات في شمال البلاد من أداء واجباتهم من مواقع بديلة وسحب قوات الشرطة من مباني البلدية كما حث الحكومة السربي على سحب قوات المتمركزة قرب الحلود ودعا المحتجين السرب في شمال كوسوفو إلى الحفاظ على سلمية التظاهر رأى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوس أن البقاء على التواصل بين القادة العسكريين من الولايات المتحدة والصين ضروري لتفادي وقوع أزمة أو صراع ولترسيخ الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وعلى أهم الاجتماعات حوار شانغري لاي في سنغافورة أعرب أوستن عن قلقه الشديد مما وصفه بعدم استعداد بكين للمشاركة بجدية أكبر في وضع آليات أفضل لإدارة الأزمة بين جيشي البلدين وياتي ذلك بعد رفض الصين دعوة أمريكية إلى عقد اجتماع الرسمي بين أوستن ونظير الصيني تواصل الصين تنفيذ عدد كبير من عمليات الاعتراض الخطرة لطائرات الأمريكية والحليفة التي تحلق بشكل قانوني في المجال الجوي الدولي لذلك سندعم حلفاءنا وشركائنا في الدفاع عن أنفسهم ضد البلطجة ولكي نكون واضحين لنسعى إلى الصراع أو المواجهة تظل واشنطن ملتزمة بشدة في الحفاظ على الوضع الراهن هناك بما يتفق مع سياسة الصين الواحدة مع الوفاء بالتزاماتنا الراسخة بموجب قانون العلاقات مع تايوان ياتي ذلك في وقتنا فد في مسؤول أمريكي بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرن زار بكين في أيار مايو والتقى نظيره الصيني وكان صحيفة فنينشال تايمز لبريطانيا كشفت عن هذه الزيارة السيرية وقالت إن بيرنز زار الصين الشهر الماضي وأكد أهمية الحفاظ على خطوط الاتصالات مفتوحة في قنوات الاستخبارات وذكرت أن الزيارة تشير إلى مدى قلق البيت الأبيض من تدهر العلاقات بين البلدين هذا والتقى وكيل وزارة الخزانة الأمريكية بسفير الصيني في واشنطن حيث أكدت الوزارة أن الاجتماع كان صريحا وبناء وأنه يعد جزءا من الجهود المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة العلاقات بين البلدين وفي بيان لا اشددت الخزانة الأمريكية على أهمية التواصل عن كثب بين الولايات المتحدة والصين بشأن قضاء الاقتصاد الكلي والقضاء المالية العالمية والعمل معا بشأن التحديات العالمية الصين في جلسة طارئة عقد مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة التجيبة البلستية المتعثرة التي نفذتها كوريا الشمالية أخيرا انتقدت المعيير المزدوجة التي تتبعها الولايات المتحدة بشأن منع الانتشار النووي الولايات المتحدة تطلب من جهة تجريد شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بذريعة الالتزام بمعاهدة منع الانتشار النووي ومن جهة أخرى تتعاون مع دول أخرى في مجال الغواصات النووية وترسل أطنانا من اليورانيوم المخصب إلى دول غير نووية وهذا مثال صارخ على ازدواجية المعايير فهكذا تعاون يقود نظام منع الانتشار النووي ويدفع إلى سباق تسلح وزعزعة الأمن والاستقرار فاصل قصير بقومنا من جديد أهلا بكم ارتفعت إلى 288 قاتلا حصيلة حادث استضام بين عدة قطارات في ولاية يوديشا شرق الهند وأصيب أكثر من 900 وقال المدير العام لجهاز الإطفاء في الولاية أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطرة والإصابات بالرأس وأضاف أن عمليات الإغاثة في الموقع ستستغرق وقتا وعرب رئيس الوزراء الهندي ترنيد رامودي عن حزنه لحادثة القطار وعن تضامنه مع العائلات المفجوعة مدد مجلس الأمن الدولي مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان لستة أشهر إضافية مع الإبقاء على فولكر بيرس رئيسا للبعثة وفي بيان اندعى مجلس الأمن جميع الأطراف في السودان إلى توقف عن القتال وتسهيل وصول المعونات الإنسانية وجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى وقف دائم للنار كما دانى المجلس الهجمات ضد المدنيين والطواقم الطبية وموظفي الأمم المتحدة تبنى مجلس الأمن بالأغربية مع امتناع روسيا عن التصويت مشروع قرار يمدد عاما كاملا عمل آلية التفتيش البحري قبالة سواحل ليبيا على الأسلحة المهربة حيث وصفت روسيا الآلية بأنها تلبي الاستعاراضات الأوروبية وبأنها فاقدة فعالية لسوء الحص فأن نظام التفتيش هذا بقي متمركزا في عيد الاتحاد الأوروبي نشاط الألية لم يأتي بنتائج عملية لجهة تأمين الاستقرار على الأرض وكل ما فعلته الألية لا يظهر حصول أي اعتراض للتهريب أما بعض نجاحات التي هللوا لها فتثير الكثير من الشكوك حول طبيعة السلع التي جرى تفتيشها ولم يطرأ أي تحسن على الوضع الأمني حيث أن تدفق السلاح يمضي على قدم وساق لأن المهربين لا يشعرون بجدية المفتشين قررت السلطات السلنغالية تعليق استخدام بعض التطبيقات الرقمية مؤقتا لمواجهة دعوات العنف في البلاد وكانت العاصمة دكار قد شهدت اضطرابات واحتجاجات رفضا للحكم على زعيم المعارضة أثمان سونكو ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحة يأتي ذلك على خلفية إصدار محكمة جنائية حكما بالسجن عامين بتهمة إفساد الشباب على سونكو وهو المرشح للانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها العام المقبل استهدف الطائرات المسيارة تركية سيارة يسقلها قيادي بارز في قصد بريف محافظة حلب شمالي سوريا ما أدى إلى مقتله وفق ما أفدت وكالة سوتنيك الوكالة أشارت أيضا إلى أن مسيارة تركية مفخخة استهدفت موقع عسكري لقصد في ريف الرقة مصادر محلية قالت للوكالة أن القيادية المستهدف يحمل الجنسية التركية وهو عضو فيما يسمى بمجلس منبج العسكري التابع لقصد يؤدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم اليمينة الدستورية رئيسا للبلاد في ولاية جديدة مدتها خمس سنوات فيما أصابت التحالف الذي قاد الانتخابات الرئاسية ضده حالة من تجهر الذم فماذا سيكون مصير قادة هذه الأحزاب بعد خسارة مرشعها كمال كيليتش دار أوغلو التفاصيل مع عمر كايد هذه اللقطات كانت كافية لتحكي في طياتها كثيرا يقف المرشح الرئاسي كمال كيليتش دار أوغلو وحيدا هذه المرة من دون قادة الطاولة ولا رئيسي بلديتي أنقرة واستنبول بعد صدور النتائج لا يرغب أي شخص أن يتقاصم الخسارة مع أحد حتى لو كان كيليتش دار أوغلو عقب ذلك خرج قادة أحزاب المعارضة كل على حدة ليهنئ الرئيس رجب طيب أردوغان بالفوز وليؤكد جميعا ضرورة مراجعة المسار وتقييم السياسات السابقة في اليوم التالي بدأت تعلوم طالبات من قيادات الحزب الجمهوري وقواعده بضرورة استقالة كمال كيليتش دار أوغلو ليس من السهل وفق القوانين الحزبية في تركيا تغيير رئيس الحزب ما لم يرغب هو في ذلك وفي تعقيبه على هذه المطالبات أكد الرجل أن من المبكر الحديث عن ذلك وأبدى رغبة في إصراره على إكمال الطريق على الأقل حتى الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها بعد أشهر يحاول كيليتش دار أوغلو في ظل تنامي قوة حزبه منذ سنوات ألا يخرج من عالم السياسة بهذه الطريقة موقف أفار التشنج أكثر داخل الحزب الجمهوري فاستقال جميع أعضاء المجلس التنفيذي المركزي للحزب على ضفة طاولة السوداسية مشهد مطرب أيضا بعد عصيفة الانتخابات الأمين العام للحزب الجيد أغور بويراز صرح بوضوح أن تحالف الشعب كان تحالفا انتخابيا ويوم صدور النتائج انتهى هذا التحالف وما يزيد الأمر توترا مع الحزب الجيد هو إبرامو كيليتش دار أوغلو مؤخرا اتفاقا مع رئيس حزب الظفر أوميت أوزداغ بتعيينه وزيرا للداخلية في حال فوزه وانفتاحه أيضا على حزب الشعوب الديمقراطي الخصم اللدود للقوميين اليوم يؤلف حزب المستقبل والديمقراطية والتقدم كتلة نيابية موحدة فيما يدرس الحزب الجيد خياراته ويجري مراجعة عميقة لتحالفاته السابقة أما حزب السعادة فتتركز النقاشات والمراجعات داخله في جدوى تحالفه مع حزب الشعب الجمهوري الخصم الإديولوجي التقيدي لأربكان أما الحزب الجمهوري فلا شك أنه يمر بأحد أسوأ مراحله منذ تأسيسه أهلنا الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيوقع اليوم جراء أن يجهز زيادة الاقتراض الحكومي لأمريكي ما يبعد التهديد الكارثي بالتخلف عن السداد الذي خيم على الاقتصاد الأمريكي وكان مجلس الشيخ الأمريكي قد صوت بالأغلبية على مشروع قانون للرفع سقف الدين حتى عام 2025 محمد كريم حالة من الانفراج استفاقت عليها واشنطن بعد تبرير اتفاق التسوية بين الرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي المتعلق بسقف الدين في الكونغرس المشترك في الاتفاق هو زيادة حجم الانفاق العسكري من دون سقف وتشريع قوانين تتعلق بزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا فيما يغضع الاتفاق على البرامج المتبقية للتوازنات السياسية أشعر بخيبة أمل لأنه لم يكن هناك المزيد من الانتصار للعمال الأمريكيين أعتقد أن أهم عجز لدينا هو عجزنا التجاري وحتى نفعل شيئا حيال ذلك أعتقد أننا لا نضع الاقتصاد على طريق النمو الحقيقي على الطرف الآخر فإن برامج الرعاية الاجتماعية كان نقطة خلاف جوهرية بين الحزبين وبحكم التسوية فإن تمويلها خضع لقيود جديدة تفرض لاحقا وهو ما يعد تراجعا لوعود الرئيس بايدن والديمقراطيين بتوفير حصانة لتلك البرامج واستحالة من الارتياح ولو مرحليا يعيشها السوق الأمريكي يعكس السوق اليوم ارتياحا لنواجه أزمة دين وقد لا يتراجع الاقتصاد وهذا أمر جيد كما أن المستثمرين والوسطاء التجاريين يتمتعون بعقلية إيجابية وهذا ما قد يدفع السوق إلى الأمام في الوقت الراهن على الأقل لكن ما ينتظر من أداء الاقتصاد الأمريكي يصب في خانة التكهنات بمزيد من الأزمات على المدى الأبعد وفق خبراء اقتصاد مع ارتفاع معدلات نسب الفائدة التي أقرها الاحتياطي الفدرالي التي يتوقع أن تزيد بحلول الخريف المقبل وما يرافقها من ارتفاع في معدلات التضخم والأسعار على الرغم من أن التسوية تتعني تقديم تنازلات معينة لم يعلن جوهرها إلا أن الثابتة في هذا الاتفاق أن كل من الرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي أسعف أحدهم الآخر في أزمته الحالية ولو مرحليا محمد كريم واسنطن الميادين وبهذا التقرير نصل إلى ختام هذه النشرة لمزيد من الأخبار والتقارير تمكنكم زيارة الصفحات المادين على الإنترنت باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والإسبانية نلقاكم على خير